اشتركوا في القناة لتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وذلك بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة وتم خلال الاجتماع تباحث ومناقشة سبل تطوير الارتقاء بالمنظومة الصحية الخليجية وتعزيز أوجه التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال الصحي بما يعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهلية والتوعية الصحية وسبل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والخروج بنتائج وقرارات تصب في مصلحة وصحة شعوب دول المجلس